ما حكم من يفرح وينشرح صدره إذا قام بفعل طاعة وهل ينافي هذا الإخلاص من أدى فريضة من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو بر بأبوين أو صلاة الرحم أو إحسان العباد الله أو إصلاحا بينهم من أدى عملا صالح فليفرح به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهكذا المسلم ينشرح صدره ويتقر عينه بأداء أي فريضة فإذا صلى الفجر في جماعة حمد الله وأثنى عليه وراجع من خير الكثير وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحده إنه نام ثلاثة عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم فإن قام وذكر الله إن حلت عقدة وإذا توضأ حلت عقدة وإذا صلى إن حلت عقد كلها فأصبح طيبا نفسي نشيطا وإلا أصبح خبيثا نفسك سلعنا ولا ينافع الإخلاص فإن هذا الفرح بفضل الله وتوفيق الله له وحمد الله على أمن عليه وهداه قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين